أسعد الله أقواتكم أعزاء المشاهدين شهدت البلاد منذ يوم الأمس كميات متفاوية لأمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المناطق في دولة الكويت وأيضا قبل قليل شهدت بعض المناطق سقوط كميات من البرد نشاط رياح الجنوبية الشرقية مستمر معنا حتى نهاية نهار هذا اليوم قد تصل سرعتها أحيانا إلى أكثر من 50 كم في الساعة الأجواء الغائمة أيضا مستمر معنا حتى منتصف يوم الغد الأجواء في مساء هذا اليوم أيضا رح تستمر أجواء غائمة جزئيا لكن رح نلاحظ تراجع في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية اللي قد تصل ما بين 15 إلى 40 كم في الساعة وأيضا رح تبدأ تتحول تدريجيا إلى رياح الشمالية غربية تستمر خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق الأجواء الحالية في مدينة الكويت أو كميات الأمطار اللي سجلت في دولة الكويت في بعض المناطق في هذا اليوم مدينة الكويت سجلت حول 1 مليمتر الأحمدي 2 مليمتر في السالمية 2 مليمتر وكذلك في أنه يصيب جنوب البلاد 5 مليمتر الوفرة 2 مليمتر وفي جزيرة أم المرادم 3 مليمتر فرص الأمطار واردة ومستمرة معنا حتى منتصف يوم الغد الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء لا زالت غائمة جزئيا رياح جنوبية شرقية سرعتها الحالية 37 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 20 درجة مئوية رطوبة نسبية نوعا ما مرتفعة إلى 75% والرؤية الأفقية جيدة حول 6 كم صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب الكثيف على دولة الكويت ورح يستمر معنا عبور السحب حتى منتصف يوم الغد من بعدها رح نلاحظ تبديد قل السحب تدريجيا بفعل دخول المرتفع الجوي مرة ثانية مع تحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية رح تستمر خفيفة إلى معتدلة السرعة ابتداء من مساء يوم الغد وخلال الأيام القليلة القادمة وأيضا رح نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال منتصف هذا الأسبوع الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء رح تستمر غائمة جزئيا مع رياح جنوبية شرقية على المناطق الساحلية وداخل البحر خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط من حين إلى آخر تصل سرعتها ما بين العشرة إلى الأربعين كيلومتر في الساعة أما على بعض المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد نلاحظ تحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية أجواء غائمة وفرص الأمطار واردة خفيفة متفرقة وتكون رعدية على بعض المناطق أيضا متوقع تكون أجواء باردة ومتوقع تصل درجات الحرارة بوجعه ما بين الخمسة عشر إلى ستة عشر درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر مع دخول ساعات صباح الأولى من يوم الغد تستمر معنا الأجواء غائمة جزئيا مع تحول في اتجاه الرياح إلى رياح شمالية غربية ناشطة ومتوقع تصل سرعتها ما بين الخمسة عشر إلى الخمسة واربعين كيلومتر في الساعة متوقع تستمر معنا فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة الكميات على بعض المناطق أيضا قد تكون رعدية على بعض المناطق وأجواء متوقع تكون باردة نسبيا متوقع تصل درجات الحرارة بوجعه ما بين تسع درجات إلى ثلاثة عشر درجة مئوية على أغلب المناطق البرية لكن ترتفع نوعا معا هذه المعدلات على بعض المناطق الساحلية في الأحمد والخيران متوقع تصل ما بين ستة عشر إلى السبع عشر درجة مئوية وأعلى من ذلك على بعض الجزر خاصة الجزر الجنوبية كبرقرة وأم المرادم متوقع تصل فيها إلى 19 درجة مئوية منتصف يوم الغد يستمر معنا نشاط الرياح الشمالية الغربية اللي قد تصل أحيانا إلى 45 كم في الساعة أجواء غير مناسبة خلال هذه الفترة لممارسة جميع الأنشطة البحرية بفعل نشاط الرياح اللي دائما يتسبب بارتفاع الأمواج اللي قد تصل اليوم إلى أكثر من سبعة أقدام وفي يوم الغد إلى أكثر من ستة أقدام الهوى الشمالي الغربي مستمر الأجواء الغائمة أيضا مستمرة وفرص الأمطار أيضا واردة خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق لكن في مساء يوم الغد راح تبدأ تتراجع سرعة الرياح الشمالية الغربية بوجه عام قد تصل ما بين العشرة إلى 30 كم في الساعة ورح تبدأ تقل السحب تدريجيا وتتراجع معاها فرص الأمطار بوجه عام درجات الحرارة المتوقعة في مساء يوم الغد أجواء راح تكون باردة ومتوقع بفعل استمرار الهوى الشمالي الغربي أن الحرارة المحسوسة تكون أقل من الحرارة المسجلة متوقع المسجلة تكون ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية البحر خلال 24 ساعة القادمة البحر سيكون خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا خاصة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية في يوم الغد قد تصل في نهار يوم الغد إلى أكثر من 6 أقدام لذلك ما ننصح بمارسة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة وتأجيلها إلى حين استقرار الأجواء أكثر المواقع بدنا نلحظها بتوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذال مفير رح يكون الساعة 5 و7 دقائق شروق الشمس الساعة 6 و28 أما موعد أذال مغرب الساعة 5 و37 دقائق تقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة رح ابتداء من مساء هذا اليوم رح تبدأ تتحول تدريجيا أن الرياح إلى رياح شمالية غربية رح تكون ملحوظة أكثر في يوم الغد نشطة من حين إلى آخر خاصة في فترة النهار قد تصل ما بين 15 إلى 45 كم في الساعة أما في مساء يوم الغد تتراجع سرعتها ومتوقع تصل ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة أجواء غائمة وفرص لأمطار خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق العظمى 20 وصغرى 13 درجة مئوية في يوم الأحد رح يستمر معانا الهوى شمالي غربي لكن خفيف السرعة تصل سرعتها ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة أجواء مشمسة معظم الوقت وأجواء بإذن الله تكون لطيفة العظمى المتوقع 19 والصغرى 10 درجات مئوية الهوى الشمالي الغربي يستمر معانا حتى منتصف يوم الأثنين خفيفة معتدل السرعة 8 إلى 28 كم في الساعة لكن مع نهاية يوم الأثنين ستبدأ تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح جنوبية شرقية عودة لتكاثر بعض السحب تدريجيا امتداء من يوم مساء يوم الأثنين العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية يوم الثلاثة متوقع نشاط في رياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة أجواء أيضا متوقعة تكون غائمة جزئيا العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية يرجع معانا الهوى الشمالي غربي في يوم الأربعة وأيضا رح يكون نشط الهوى من حين إلى آخر قد تصل سرعتها ما بين الـ 15 إلى 45 كم في الساعة فرص أيضا لغبار مثار على بعض المناطق العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية أعزاء المشاهدين خلال هذه الأجواء نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خاصة مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة ونتمنى منكم أيضا عدم تداول أي رسائل متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من مصدرها تدهي جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العاصمة المدن حول العالم